فعندما يتسيد هؤلاء الموقف فهم يعني يقومون بهذه الحملة الشريسة أنا أرى أنها حملة طبيعية لا ينبغي حقيقة أن نتضجر كثيرا وأن نقلق كثيرا من هذه الحملة حملة طبيعية في سياقها لأن القوم يرون أنفسهم متفوقين وأن حضارتهم هي الحضارة عندما رد ذلك الصحفي الغربي على المغرد القطري عندما يقول متى يدرك الغرب أن قيامهم غير قيمنا رد عليه الآخر بعبارة موجزة قال ولكن قيمنا هي المتفوق ولكن قيمنا هي الأفضل وهي الأحسن هذه النظر المستعلية عند الغربيين أن ما لديهم من منتجات ولو كانت منتجات أخلاقية هي الأفضل وهي الأحسن هذا يأتي في سياق غرور الكافرين فلذلك لا ينبغي أن نقلق لكن القلق ينبغي أن يتجه إلى صوبنا نحن أين نحن من أن نصير إلى المكان التي يريدها الله مننا أين نحن من القيام برسالتنا هذه الرسالة هي الرسالة التي عبر عنها ربعي بن عامر عندما قال الله ابتعثنا يعني التفوق يعني رستم عندما أجاب ربعي بن عامر كان ينظر بنوع من الاستعلاء الحضاري الإمبراطوري الفارسي أمام أعرابي يأتي من وسط الصحراء يقول ما الذي أخرجكم ما هو الذي أخرجكم يقول الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام انظر إلى هذا المنطق هذا المنطق الذي يشعر به صاحبه بالفخار أنه ينتمي إلى أمة اقتارها الله واصطفاها عندما نصل إلى هذا الشعور وهذا المنطق الربعي الذي يتحدث به عندها لن نبالي بمثل هذا الكلام يعني القافلة تسير والكلاب تنبح وما يعني وما يعني يضير البحر أمسى زاخرا أن غدا طفل فرمى فيه حجر لا يضيرنا هذا فالقلق ينبغي حقيقة أن يتجه صوب وضعنا نحن كيف وصلنا إلى هذه الحالة لدرجة أننا يعني يعني لا يعني يضيرنا تضيرنا مثل هذه الحملات ترجمة نانسي قنقر